بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم? ده من اهم الفيديوهات اللي انت ممكن تشوفها في حياتك. ده اهم فيديو في التاريخ في كل حاجة في الحياة. الفيديو ده اهم من ابوك ومك. الفيديو ده اهم من اي حاجة انت تعرفها. ماشي? الكلام اللي هيتقال في الفيديو ده هو اهم حاجة في تاريخك كله. مش هتسمع حاجة في تاريخك اهم من الفيديو ده. شوف يا بيه. الحياة اللي احنا عايشين فيها بنتمتناقة دي حياة ظالمة. ليست تعادلة بما يكفئ. ماشي? بالتالي احنا نحتاجين حاجة تعدل الكفة وتعدل الحال المايل الحياة اللي احنا جناها دي فيها صدف كتير وفيها حاجات مش مفهومة وفيها حاجات ملهاش تفسير مشتر القوس هو يعني الطبق الدهب اللي هيكون عليه الحظ وان الاشياء تمشي بسهولة وتمشي بدون مجهود وبدون تعب كبير ممكن تتعب وتكرف كرف الحميد وما توصلش لحاجة فانا محمد من ضمن الناس الناس اللي يؤمنون ان الحياة دي مش عادلة ولا حاجة فمشتر القوس هو اللي بيرجح الكفة المايلة ومشتر القوس هو اللي بيجيب حظ هو اللي بيجيب فلوس كتير جدا وهو اللي بيفتح ابواب كانت مغلقة وهو اللي بيطلع الناس من السجن وهو اللي موجود سنة 1984 ولا 1948 اللي موجود في خريطة السرائيل اللي فشخة الجماعة فشخة فشخة كوكب الارض كل جايب امريكا مسخراها عنده فانت دلوقتي لما تكتتكلم عن مشتر القوس انت بتتكلم عن حالة استثنائية انت مش بتتكلم على اي حاجة وكل واحد يقدر يستفاد من مشتر القوس ده حسب انت عندك القوس في اي بيت خلي بالك من الكلام حسب انت عندك القوس في اي بيت وحسب انت عندك كواكب في القوس او لا وحسب اتصالات الكوكب في الخريطة التوافقية معك انا شخصيا عند القمر في القوس فانا باستفاد من مواليد مشتر القوس وكل سنة يعبر المشتر في القوس انا استفاد استفاد حظ استفاد تفاؤل استفاد نفسية استفاد روح معنوية استفاد انا مستفيد من وجود مشتر القوس في حياتك هم فتحت خير انت كشمس القوس مستفيد ان هم يحسنوا شخصيتك يعملوا لك ايمة يعملوا لك مكانة يعني تتفتح لك ابواب برضو بس الابواب دي هتعدل في هويتك واخلاقك وطباعك يبقى انت كشمس القوس مستفيد من مشتر القوس اعترض القوس مستفاد افكار تفكير معلومات طريقة تفكير مختلفة تصحيح لاخطاء لانه اعترض القوس دول شوية بهاية يعني اي انسان عنده اعترض القوس انت احمق انت من الحمير اللي ربنا خلقه على وجه الارض انت اعترض القوس انت من البهم والغنم اللي ربنا خلقه فمشتر القوس بيعدلك شوية من افكارك الحميرية اللي فيك ظهرة القوس تستفاد من اقترانها وصحبتها مع مشتر القوس مريخ القوس يستفاد ويستفيد من اقترانه وصحبته مع مشتر القوس مشتر القوس جنب اخوه مشتر القوس اتنين مشتري القوس جنب مشتري القوس هم شخصيتين لهم نفس الفلسفة بالضبط زي ما أنا قلت معرفش طلعت في التسجيل أو لا عندنا موتور 4 سلندر وجنبيه 4 سلندر تاني يبقى الإجمالي 8 سلندر يعني حمار بيجر العربة أو حصان بيجر العربة وفيه حصان جنبه تاني بيساعده بيجر معه العربة وفيه حصان تالت بيجر معهم العربة وفيه حصان رابع بيجر معهم العربة يبقى ايد على ايد تساعد يبقى ده المشتري في القوس جنب المشتري في القوس يعني انت كإنسان عندك المشتري في القوس لو عرفت أشخاص زيك مشتري في القوس حظ زيادة حظ انتوا اللي تنب تزودوا حصوصوا بعض ممكن صح يبقى فيه اختلافات في حاجات تانية لكن المشتري طولان المشتري ما يدرش ولا حاجة لو كانوا من نفس الجيل لو كان الفرق فيما بينهم 12 ومضاعفات العيال بقى الخنزير اللي عندهم زحل في القوس لعنا تلعنهم الله يمحيهم من الوجود العيال دول بقى العيال دول انا في حياتي ما كرهتش قد برج الجدي يعني اكتر ناس كرهتهم في حياتي برج الجدي اللي بعدهم برج العزراء وبرج الطر والأبراج اللي انا بكرهها للحوت والسرطان اللي اوساخ الترابين من مهي مش كنا مهم العيال بتاع زحل القوس الملابيس الكفرة الانجاس عابدة تبليس دول العيال دول انا بكرههم اكتر من برج الجدي العيال دول وصلوا معي في الكره والعداوة بعد ما خلاص أنا عملت أبديت للكراهية عندي العيال دول وصلوا أن هم رقم واحد في الناس اللي أنا بكرههم 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 يعني مش بكرههم كره بسيط لا 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 ده أنا لو أمسك الحكم أو أتحكم في الأرض العيال دول أنا بدفنهم أحياء أقسم بالله العلي العظيم العيال دول بكشف عليهم بدفنهم أحياء بطه الدين أمهم فالعيال الملاعين دول اللي عندهم زحل في القوس لما يقترنوا مع مشتري القوس بيحصل حاجات كتير هنا بقى اللعبة ممكن ينحس المشتري يعني ممكن صاحب المشتري يتضرر من صحق من زحق كل اللي فات كل اللي فات من عمره عدى كأنه ساعات أول ما شفت عنها كل اللي فات ما يضرش يعني الشمس جنب المشتري ما تضرش القمر جنب المشتري ما يضرش عطارد جنب المشتري شوية عطارد بيعمل تشتيت للمشتري ممكن اعترض القوس يضر المشتري في القوس وده وارد الزهرة في القوس ما تضرش المريخ في القوس ابن الكلب ده يضر شوية يعني المريخ ده نحس أصغر فأكيد هيضر المشتري المشتري جنب المشتري ما يضرش إلا لو واحد فيهم متراجعة أو ستيشن زحل جنب المشتري هنا فيه ضرر هنا فيه ضرر هنا لازم يكون فيه ضرر على صاحب المشتري صاحب المشتري يتضرر من صاحب زحل قولا واحدا النحس الأكبر جنب السعد الأكبر كل المشاكل اللي عند زحل المشترى هيحاول يحلها طبعاً بقى العيال بتاع زحل القوس طبعاً الشياطين بتمارس معهم السكسي يعني أنا ودي أقول بتن... يعني نون كاف يه مي يعني أنت فاهم؟ يعني ما مش عايز أشتم والله المهم الشياطين بتركبهم يعني المهم لو حظك اللغبر وقعك مع العيال الملاحدة بتاع 1985 و86 و87 إلى على الكفر الخنازير دول أو مولد الخمسينات جيل أسامة بن لادن أسامة بن لادن ده كان عنده زحل في القوس كان 1957 جمعت 1957 زحل القوس هي رجال الدين مولد الخمسينات الله يهديهم بس الله يدمي الله يفحرهم في جهنم المهم فأنت لو قابلت العيال دول اللي هم الملاحدة دول اللي عندهم مشاكل في الدين وعندهم تطرف ديني وعندهم من حلال فيهم كل الأمراض كل الأمراض فيهم العيال بتوع سلوان موميكا العيال المراكيب الشياطين بتركبهم دول ماشي انت كإنسان عندك المشترف القوس هتخسر والله معرفتهم تجيب الهم ماشي معرفتهم تجيب المرض ولازم تكون شخصيتك قوي لازم تسب لازم تلعن لازم تاخد كرصات في السب واللعن يعني أنا كل يوم بدور على ياس أخد منها كرصات في السب واللعن بعدين يقولك انت بتلعن وحرام لعن المسلم هم دول مسلمين هم دول بشار وبعدين أنا حاولت أنا كنت نوع على انتوبتي من السب واللعن بس ما اعتقدش ان أنا بعيش واموت وانا بأخر كلمة على لسان الله يلعن والله كده صعب صعب عيش بدون اللعن صعب صعب ما لا تحاول العيال بتاع زحل القوس كيف تتعامل معهم؟ ده دي مشكلة يعني مشتري القوس يفقد طاقته كلها عند زحل المشتري ده الكبير العظيم الخطير يتنكب نكبة عند زحل نكبة 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 الأولين والآخرين ولا خلاص يعني يفقد طاقته يفقد الحظ يفقد السرعة يفقد الانطلاقة يفقد الحركة يفقد يفقد خلاص الكوكب بيتدمر الحظ والخير اللي كان في حياتك يا مشتري القوس يروح عند زحل القوس يطير خلاص يعني ده انت جبت واحد كافر ملحد عبد ابليس عبد شيطاء ابن حرام صفي في جميع الأمراض في جميع العلال خنزير يعني في خسة في ندالة في وساخة في سفالة في قلة أدب في لعانة في كل الصفات اليهودية الشيطانية الإبليسية الكفرية في الإنسان ده طيب انت يعني هتعالجي ولا ايه هتعيش حياتك كلها وانت بتعالج في الإنسان ده انت بتحفر في المية انت بتضيع وقت انت يعني انت بتتعب نفسك على الفاضي انت بتنفخ فربة مخرومة يعني انت بتقدم في ملطة انت ولا بتعمل هاك فإيه اللي زمك بقى واحد كده زي حالتي يمسكهم يعني يمسكهم يرتكب فيهم مجازر مزابح عرف المزابح عرف المجازر عرف القتل اللي عمله والرجل بتاع سوريا في الشعب بتاعه نفسك كده بالضبط بالضبط دول ما ينفع ده خلاص يعني يعني عرف التاني ده الحجاج بن يوسف الثقة فيه هو ده هو ده كده ما فيه إبادة حروب إبادة إبادة عرقية ضد العيال بتاع زحل القوس فانت انتبه التحذير الأول والأخير والأكبر والأوح التحذير الأول والأخير والأعرض والأطخم للمواليد مشتر القوس من زحل القوس احذر من زحل القوس انت أي إنسان عندك كواكب في القوس احذر من زحل القوس لأنهم خنزير عالفاضي هيضيع وقتك ويتعبوك مش تستفد منهم حاجة هيهلكوك عالفاضي هيتعبوك هيتعبوك هيستنزفوك على الفوضل فيعني اتدخر طاقتك واختار معركتك ماشي اختار معركتك طيب نكمل بقى كده مع بعضين نركز في الموضوع انت انسان عندك المشتري في القبص مين اللي تقرب منهم قرب مني يعني من قمر القبص ده ممكن حلوي قرب من الشمس عادي قرب من الظهرة يعني زهرة القوس قمر القوس المشتري مش هيتضرر بيهم بالعكس انت ممكن لما المشتري في القوس يقرب من القمر او الظهرة هو ينتعش يعني المشتري لما يقترن مع القمر ينتعش القمر وينتعش المشتري يعني كأنك جبت راجل كبير يلعب بطفل صغير او يلعب مع طفل فاكيد يعني ده بيطاق ده بيانبسط وده بيانبسط جبت كأنك جبت شخص وقلت له يلا اتجوز مثلا الظهرة هي الزواج او هي مثلا مكان للرأس او الاغاني كأنك خليت المشتري بيسمع اغاني ودخل في حاجة كده يعني مثلا يعمل جيم ولا حاجة يعمل زي جيم او حاجة يعني كده فالمهم المشتري هينبسط المشتري لما يقترن مع الظهرة بيينبسط والزهرة مبسوط او كله مبسوط قلب مبسوط انت كويس انا كويس كله كويس ابعد بس عن المريخ شوية ابعد عن زحل شوية تيه يعني حاول تتجنب المريخ لان المريخ يضر المشتري في الاقتراع وهو زحل طبعا يضر المشتري في الاقتراع واحدة واحدة ممكن نعمل فيديو عن كل واحد بس انا شرحت لك المبدأ العام المبدأ العام ان الكل بيستفاد الكل 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 يستفاد من مشتري القبس عندك كواكب ما عندكش كواكب في القبس انت مستفى اي حد مستفى لو جبت كلب من الشارع هو مستفاد من مشترك قبس كل الخلق مستفدا من مشترك قبس بلا استثناء قاطبة كلهم جمعا جميعا أجمعون طيب لكن في ناس بتستفاد بدرجات القمر أسرع واحد في الاستفادة لأنه أسرع كوكب في الحركة الشمس بيستفيد أعتارد ممكن هو تاني واحد في الاستفادة الزهرة تالت واحد في الاستفادة الشمس رابع واحد في الاستفادة المريخ خمس واحد في الاستفادة المشتري سادس واحد في الاستفادة الحقير زحل آخر واحد ممكن يستفيد من مشتري القوس ونتمنى أن يهرب المشتري من زحل ويفتك صاحب المشتري من زحل لأن زحل هنا لا في بيته ولا في شرفه ولا منه فايدة مزعج على الفاضي طيب وإن شاء الله أنا عارف أننا وصلنا إلى السنابة المدر الرابعة وكل سنابة 3 دقائية 12 دقائية